السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصرف النظر ان ربنا يستجيب لك او لا الدعاء في حد ذاته عبادة انت بتبقى مأجور عليها ان شاء الله تعالى ربنا عز وجل قال وقال ربكم دعوني استجيب لكم ان الذين يستجبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الدعاء هو العبادة لكن طبعا احنا يهمنا لما ندعى ربنا ربنا يستجيب لنا وعشان كده انا جبت لك الاوقات اللي ربنا بيستجيب فيها الدعوات باذنه تعالى بين الاذان والاقامة ده وقت سحري في استجابة الدعوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة الثلث الاخير من الليل ده انت بتبقى في خط مباشر مع الله انجاز التعبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من داعي فأستجيب له أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد أطلب اللي أنت عايزه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء في السجود يوم الجمعة يوم خطير في مسألة استجابة الدعوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها المسلم يدعو ربه وهو قائم يصلي إلا واستجاب الله له نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن كل مكروب وأن يستجب لنا ولكم إن شاء الله